التركيز في الصحافة والإعلام في دول الخليج وخصوصا في دولتين الإمارات والسعودية على الموضوع القطري احنا تركيزنا أيضا بكرة على 3-4 حاجات لكن أبرزهم طبعا حاجتين المهمين اللي هو الموضوع القطري ولصوص الأراضي لو أنا خدت بكرة إن شاء الله بعض الحاجات كده عن موضوع قطر مثلا حلاقي عندي اليوم السابع بادئ كده مجرم حرب بلاغات للمحكمة الجنائية الدولية ضد تميم في جرائم حرب في سوريا وليبيا وتمويل داعش والنصر والتحاد النقابات الدولية بيقول 62 عاملا أساويا يموتون مقابل كل مباراة في كأس العالم بالقطر وزي ما حضرتكم شايفين الصورة قدامكم في نفس الإطار اليوم السابع أيضا حجب المواقع الإرهابية ليس بدعة أمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا حجبت وأزالت مواقع تدعو للإرهاب والتطرف وتحض على القراهية وإن زملائنا محمد الجالي وأمين صالح وسامير حسني ومحمد شعلان بيقولوا كلام في هذا الإطار وفي دراسة حديثة تكشف برامج حديثة وإجراءات مشددة لدى كبرى الدول لمرقبة والتجسس على ما يدور على الإنترنت وكلام في هذا الأمر في صحيفة المصر اليوم الأستاذة صحر الجعارة كدبة فتى الدوحة المدلل يبتز العرب وأي لا إن عدو عدوي صديقي هذا هو منهج الأمير الصغير تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر الذي خرج من قمة الرياض غاضبة مرتبكا يشعر بأن مظلة دول الخليج قد سقطت عنه وأن الإدارة الأمريكية في عهد ترامب تغير موقفها الذي كان داعما للإخوان في عهد أوباما وأن دوري في تخريب الدول العربية بدعم الإرهاب وتوفير الملاذات الأمينة له وتمويله قد انكشف وأصبح مرفوضا من الكل فقرر ابتزاز العالم أجمع بتصريحات سخيفة تؤكد في مجملها زوال شمس إماراتي والكلام اللي حضرتكم عارفونه طبعا أنه هو التصريحات مهمة جدا ضد دول الخليج وضد ومتوافقة مع إيران وبالتالي ده ضد التوافق الخليجي في هذا الأمر عندنا دول الخليج ست عندنا السعودية عندنا الإمارات عندنا قطر عندنا الكويت عندنا البحرين عندنا سلطانة عمان سلطانة عمان دايما وقف على الحياة يعني ما لاش دور مؤثر في هذا الإطار دايما وقف على الحياة يبقى عندنا خمس دول السعودية الكويت البحرين الإمارات قطر الدولة الوحيدة الشازة سياسيا وربما يعني فكريا في هذا الإطار يا قطر الإدارة قطر دايما يعني تصريحاته مثلا مبارح يقولك حماس هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني مش فتح ولا الرئيس عباس أبو مازل ولا يقول فتح كمان يقول الرئيس الفلسطيني أبو مازل هو الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني لأ ما قالش كده قالك حماس طبعا لما الانفجار بتاع أو الشظايا بتاعة التصريحات دي يعني أصابت ما أصاب والناس يعني وقفت وقفة جامدة جدا في دول الخليج بالذات السعودية والإمارات وبقى فيه كل يوم تقريبا مش كل يوم ده كل دقيقة في انتقاطات واضحة جدا للسياسة القطرية في المنطقة والسياسة القطرية في العالم والسياسة القطرية الضارة بمصالح دول الخليج لأنها دول الخليج معروف أنها قتلة واحدة في دولة إذا بلحظت سلطنة عمان وما سبين سلطنة عمان يا نحن لا تقرصني ولا عايز عسلك فسابين السلطنة عمان والسلطان قبوس ربنا يشفيه والدولة طلطة العم هو سياسة كده شايف أنه في أمواد مطلطمة فأنا عايزة أفعل حيات فهو أفعل الحيات أو مش عايزة أحط نفسه في الكفة دي ولا الكفة دي عامل مصالح مع الدولة دي والدولة دي ومن بينها إيران طبع ده عكس اللي موجود في قطر قد ورث تميم مع الحق عقدة النقص عنده نقص يعني التي تحكم علاقته بمصر ودول الخليج وسعى لتركيع العرب بالإرهاب وتملكه جنون السلطة لكن أوهامه وأحلامه بزعمة العرب انتهت به إلى منصب أمير الجماعات الإرهابية لا تشفع للأمير المدلى الحداثة سنه لنقول عشان نقول عيل وغلط ولا ما يتردد عن وجود خلافات داخل الأسر الحاكمة لقطر ولا الرغبة في التشويش السياسي على قمة الرياض هذا سلوك أرعن لا يصدر عن مسؤول سياسي يستعبت شعبه ويعامل الوافدين إليه بمنطق السخرة لقد حجبت مصر والسعودية والإمارات والبحرين مواقع قناة الجزيرة والصحب القطرية ومواقع أخرى إخوانية ردا على تصريحات تميم لكن هذا الإجراء ليس كافي لابد من الرضع العقلية الشازة التي يتعامل بها تميم مع القضايا الإقليمية أنا ظنني لأنه ده بيحصل كتير في القطر يعني لما عندهم أمير بيغلط الغلطة الشنيعة دي بيتغير على طول يعني هما في قطر دلوقتي بيبحثوا بديلاً بديلاً مش بديلاً عن التصريحات لا بديلاً عن الشخص يعني ده تميم بيلم ورقه بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى إن ممشيش دلوقتي فده تبقى فيه زاقرة التاريخ إنه دي غلطة لا تغتفر وبالتالي يعقوبها غلطة أخرى لا مع السلام